من أشراط الساعة أو من علامات الساعة بيقول لها تقوم الساعة حتى يبعثوا دجالون كذبون قريب من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل النبي كان يقصد هم ثلاثين بس؟ طبعا لا والدليل على كده زي ما حيث تفضلت ده لسه في العشر سنوات بس ظهر حوالي أربعين واحد صحيح هو يقصد النبي الثلاثين اللي كان لهم سطوة وكان لهم تأثير وكان لهم إفساد عظيم جدا في الأرض عشان كده قال هم ثلاثين أما ما سوى ذلك فهم كتير جدا مسايلام الكذاب ما وكان منهم على رأسهم مين بقى مسايلام الكذاب مسايلام الكذاب ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت للنبي على ساب رسالة ورح أقول له من مسايلام رسول الله واخد بالك إلى محمد رسول الله أما بعد فإني قد تقاسمت معك الأمر يعني الأمر بقى بينك بالقسمة إني أشركت معك في الأمر شوفت ده فقال له إيه فلك نصف الأرض ولنا نصفها فبعت عليهم فبعت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسايلام الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادك والعاقبة للمتقين مسايلام الكذاب كان وصل لمرحلة من الكذب عجيبة الشكل درجة أن عمر بن عاص كان يعرفه في الجاهلية قبل الإسلام في يوم الأيام بعد الإسلام بقى راح يزور مسايلام فبيقول له يا مسايلام أنت تزعم أنك نبي قال له أيوة قال له طب النبي ينزل عليه وحي قال له أنا كمان بينزل عليه وحي قال له زي إيه فما يقول له ها يقول له طب نزل على نبيكم إيه قال له نزل على نبينا والعاديات وضبحة فالموريات قطحة إلى آخرة قال له أنا برضو نزل علي والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالعاجنات عجنة وخبالك في يوم الأيام قال له طب خلاص ده النبي كان ليه معجزات قال له أنا كمان ليه معجزات ايه معجزات النبي قال له يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية كان الماء قل جدا والناس مش لقيا لا تشرب ولا تتوضى فاخد طبق مية كده ورح تفل فيه وبرك وسمى وبرك ورمى الطبق ده في البئر ففاض البئر وماشاء الله والمية بتاعته والناس كلها شربت وتوضأت قال خلاص مفيش مشكلة هتولي بئر المية فيه يعني قليلة كده وانا هاتصرفا فجابوله بئر كان مية بتاعته قليلة فخمزك بقى شوية مية كده في طبق ورح قرأ عليها وتفلها واخد بالك وبعدين رمل بتاعه فجف البئر واخد بالك وبعدين قال له دوني معجزة تانية قال له معجزة تانية ده النبي لما أبو قتادة في إحدى الغزوات عينية تلقى ببرة وكادت أن تعمى فبسك عينها ووضعها في مكانها وسمى وبارك وتفلها فيها فعادت أفضل من الأولى قال طب خلاص هتولي طفلي كده واللي حد كن نظر ضعيف وانا أقرأ علي وهترجع بصر ويعني إيه ستة على ستة فجابوله طفلي كده عينه فيها مشاكل كده واخد بالك ونظر ضعيف فقرأ على عينيه وتفلها فيها فعمي الولد واخد بالك يعني شوف يعني من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به فالإنسان فزي ما قلوه كده فضوح مش دينا كان قاعد معها أربعة خمسة فقال لهم أنا باع فيكم ماذا وانصرات العيشة ما ده اللي حصل بقى إن إيه كان فيه واحدة اسمها سجاح بنت الحارس دي واحدة من ضمن اللي ادعوا النبوة هرده وبالك تكمل اللي عنصر ده سجاح بنت الحارس دي ادعت النبوة وراحت تاخذوا مسيلامة الكذابة وكتعايزة تاخذ عليه فاتفهم معها قال ليها طب وليه من قسم الأرض بيني وبينك من الصين وندعونا من محمد صلى الله عليه وسلم واخد بالك وبعدين اتجاوزك قلت له طب خلاص ودوافقت نهي اتجاوزه وبعدين رجعت بقى القوماء قلت لهم يعني ده يا مسيلامة تزوجني وكده وهنقسم الأرض بينه وبينه هو نبي وأنا نبيه بالدنيا كده جميل يعني فقال له طب خلاص يعني ادك مهر ايه ما أصداخك قلت لهم والله ده نسي يعطيني مهر أنا ما ينفعش واحدة في مقامك ومكانتك لابد أن يقدم لها صداق فرح ترجعها لقيت له يا مسيلامة ما قدمت لي صداقا قال لها صداقك ورح خارج بقى على الناس كلهم قال لهم صداقة ايه هذه المرأة أنني أعفيكم من صرات الأشياء والفجر هو ده يعني هو ده الصداق إلى أن يسر المولى عز وجل أن سيدنا وحشي اللي هو قتل حمزة بن عبد المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزه أحد عشان يكفر عن الذنب ده جي في معركة الامامة ورح قاتل مين رح قاتل مسيلامة الكذاب وقال هذا بذاك يعني أنا إن كنت قتلت واحد من أفضل خلق الله لو سيدنا الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قتلت واحد من أشر خلق الله وهو مسيلامة الكذاب